صباح الخير عليكم من جديد طلبة كتير بنشوفهم متفوقين في دراستهم نتيجة استعابهم للمواد والاهتمام بالمذاكرة لوقت طويل ده طبعاً بيخليهم يكونوا الأوائل على مدرسهم الإصرار بقى على التحدي والعزيمة من الطلبة ليه قدرون باختلاف بيكون لي نجاح أكبر وطعم تاني مختلف مبارح وزير التعليم قدم التهنئة لأول طالبة كفيفة قدرت إنها تكتازم تحاني الأعدادية على اللابتوب زي زميلها ومن غير مساعدة من أي حد وحصلت بالفعل على الشهد الإعدادية بمجموع 265.5 درجة دلوقتي معانا من ورانا وأنا سعيدة بيها بالمستوى الشخصي ملك رمضان فتحي صباح الفل عليك يا ملك أهلاً بيكي أهلاً وسهلاً بيكي يا أستاذة منا من وراء يا ملك بنور حضرتك مرسيه ملك يعني أنا عارفة أني أنت حرست جداً أني أنت تأدي الامتحان بتاعك مع زميلك على اللابتوب ما عملتيش امتحان الدمك وقلتي لا أنا حدخل في الامتحان العادي القصة دي حصلت إزاي هي الحكاية بتدت بأن أنا يعني أصلاً أنا ما بحبش الدمج خالص يعني أنا والدمج ما بحبوش لأن أنا شايفة أن الدمج دمج وإنتي والدمج مش بتندمج خالص أنا مش هو اسمه دمج أوه بس أنا ما بندمجش بقى طيب قوليلي فهو بقى أنا ما يعني حقيقا. ما شاء الله عليك. ما كانتش فيه خوف من الامتحان انه يعني يطلع صعب او ما كنتش خايفة ان الموضوع يعني. كنت بامتحن ازاي? كنت بامتحن عادي يعني كنت بذاكر واللي بذاكره بروح الاقي في الامتحان عادي. بس الامتحان كنا بنحطه على الاب عن طريق يعني برنامج ناطق. الامتحان بيرالي يعني البرنامج الناطق بيرالي الامتحان. وبعدها انا بقف في نهاية السؤال واكتب الاجابة. واللي امتحان طبعا بيكون ورد. طيب. في حاجة مختلفة كانت في امتحان الرياضيات او في امتحان الماث بالذات. الجومتري او يمكن الهندسة كانت معمولة بطريقة مختلفة. ومتعملتش زي الباقي. عملتيها على ورق مختلف. يعني في حاجة حصلت مختلفة تماما في الحتة دي. اه بالزبط. وليلي بقى حكيلي. فكرة مين وفكرتوا فيها ازاي. وطبقتيها ازاي. ونتجتها كانت ايه. كل بقى التفاصيل. فكرة بصيرة. فكرة بصيرة والمدرسة. يعني جماعية بصيرة ومدرستي انا. مدرسة زوري ياسمينة الخاصة للغات بالمعادي. وجماعية بصيرة. احنا فكرنا فيها لان لقينا تعصر في الوصف. يعني لان تحصر في الوصف لما عشان الجيومتري اصلا فيها ومش حرف. طبعا اشكال هندسية. فلما لقينا ان فيه في تعصر كبير جدا في الوصف. قلنا لا. خلاص. نرسمها على الورق الشخصي. والورق اللي هو الخاص بتاع الرسومات. ولما يعني نفهم ازاي الناس حتى بصيرة كلمت المسؤولة عن وضع امتحان الرياضيات. كلمتها زوم وفهمتها وشرحت لها الورق ده بيترسم عليه ازاي. وبعدها روحنا فهمناهم وجبنا لهم بالفعل ورق. خدوا ظرف في عشر ورقات. وحطوا الرسومات من يعني حطوا احدى الرسومات عليه. وبالفعل في الامتحان جابوه لي ست رسومات. والحمد لله الامتحان امتحنته. والحمد لله ربنا وفقني. خلينا نعرف يعني اكتر عن بصيرة. يعني التدخل بنا والمدرسة بتاعتك عامل ازاي. وانت بتستفدي منهم ايه. بصيرة دي اصلا الجمعية هي الجمعية اللي احلتني. يعني اول حاجة تعلمت من بصيرة. انا روحت لبصيرة وانا كنت 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 في ظلام دامس اصلا. حلت يا ربنا انا ورلك طريقك دايما يامن. روحت بصيرة روحت تعلمت برايل وانا في تالت ابتدائي. خلصت لحد يعني خلصت برايل وانا في ست ابتدائي. وبعد كده روحت خدت تاتش تايبينج. ومنقول احدا دي بقى بقيت بقى ايه. كيفية استخدام الكمبيوتر. مش عارفة بقى يعني كريتنج فولدرز ازاي بقى بعمل كوبي بيست كوت دليت رينيم. الحاجات دي كلها بقى. اي حاجة على الكمبيوتر. ناطقة بقى يا ملك. ولا بتتعامل ازاي ببروغرامز ناطقة محددة. ناطقة ايوة. في برنامج اسمه جاز. وفي برنامج تاني اسمه نفيدي ايه. بس هو احسنهم جاز. اوكي. انت. انت. انت من وانت في المدرسة من زمان قوي وانت قبل ما تقرر ان انت مش مهتمة بانك تبقي دخلة في مناهج الدمج من الاول خالص. ازاي كانت الفكرة بتاعة لغاية ما وصلتي لتالتة ابتدائي وتبتدي تعلمي برايل. يعني لغاية تالتة ابتدائي ده قعدتي سنوات من التعليم تلاتة في المرحلة الاساسية ويمكن كان فيها قبلها حضانة. فكان الامور بقى ماشية ازاي. عن طريق السمع ولا عن طريق المنتج بتساعدك. حد من قريبك. مدرسين. احكي لي القصة ماشية ازاي. مش سهل خلص ان انت عملت يا ملك. بصي هو انا في مدرسة يعني كنت في مدرسة قديمة. بس انا معلش اسمحيلي. مش عايزة اقول اسمها. تفضل. فالمدرسة ديت هي اللي اشترطت علي ان انا ان انا متحي ندمج. كان شرط من شروطهم بند من بنودهم. طبعا هي مدرسة براحت مع احترامي ليها طبعا. المدرسة ديت كنت من اول اول ابتدائي لحد تالت ابتدائي. وانا بمتحي ندمج شفاهيا. تمام. مفيش اي حاجة. لو ايه مرافق. كان فيه مرافق كمان. تمام. او بالمناسبة انا ما دخلتش حضانة. انا دخلت اقول على طول لان لما دخلت اقول كان عندي سبع سنين. اوكي. بس انت عايزة تقول ان البرامج اللي لوقتي موجودة على الابليكيشن اللي على الموبايل وعلى التابلت. ساعدتك كتير نقدر نقول ان حصل فيها طفرة او تقدم كبير. ده يعني خدمك او خدم بشكل عام كل اللي في بصيرة. او. اصلا يعني اصلا لعلمك انت التابلت والموبايل والموبايل فيها برامج نطقة. طبعا. يعني في التابلت اصلا فيه توك باك. ايه. والايفون او الايباد او الايبود او الايفون عندنا احنا ممكن نسيرتش من جوجل او سافاري. او لا 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 لا. ممكن اخرج بارا الاسئلة شوية يا ملك واتكلم معاكي في حاجة تانية. انا فارق معايا قوي طبعا النجاح الكبير اللي انت عاملها ما شاء الله والتفاوض. بس انا فارق معايا حاجة بقى تانية. اه. واخدى نظري يمكن كأم بقى. تفضل. الله اكبر عليكي. وعلى ثقتك بنفسك. وعلى اعتدادك بنفسك. وعلى ثقافتك. وعلى كلامك. وعلى الاكسنت. وعلى يعني ما شاء الله عليكي امرايا ومليانة يعني. حرف انت بتتكلمي ازاي. حتى طريقتك في الكلام بتمشي الحوار بالشكل اللي مراحك. ده كله اعتقد انه مش بسهل يعني. ثقة بالنفس اتزارعت فيكي. وحد نماها وحد. وانت طبعا اكيد شخصيتك من الاول معتدة جدا بنفسك كده. بالزبط لان احنا اصلا يعني احنا اللي بتبقى ثقته قليلا بنفسه ده اللي هو ايه. بيتفرد عليه رأي الناس. رأي بابا ومامته بيتفرد عليه. فبيبقى ماشي مهزوز. مش واثق في نفسه. خايف اي حاجة يعملها تبقى غلط. خايف اي حاجة يعملها تردب بابا ومامته او ما تردهمش. لكن احنا بابا ومامتي معوديني على الحرية. مش حرية يعني مش. مش الحرية اللي توديني يعني اللي هو ايه. بعدم اهتمام. لا. في اهتمام. مفيش ضيوع. الحرية ليها حدود. يعني يعني الحاجة اللي هما شايفيني. الحاجة اللي هما شايفينها صح بيقنعوني ان انا عاملها. الحاجة اللي هما شايفينها غلط. بينصحوني. بينصحوني. يقولوا لي ما تعمليها ياش. وانا بفكر فيها لو لقيتها مش مناسبة لحياتي المستقبلية او مش مناسبة ليه. اللي انا بعمله. خلاص. I'm out. ما بعملهاش. والنقاش في الجيد بيبقى ماشي ازاي. اول ما تيجي تقفي تقولي I'm out. بيحصل بعدها ايه. خلاص. وده تقفل. قولي لي انتي يعني طموحك تكملي في مجال ايه يعني. هل اتجادك حدثية. مجال الاعلام. الاعلام. انتي صوت الجميل عايزة قوليك. طريقة نطقك هايلا. والكسم بتاعتك الانجليش بتاعك يعني يمكن حتى فيه. ترس عربي وانجليز. ولله العربي وانجليزي. و الله مش بالجمال ده. بس دة طبعا الوجه يلي اللي عليها علاقة باللوق. بيتسمعي. اللي انا بستخدم الزيارات ومش عارفة لو شفت مثلاً أي حاجة من حد بيتكلم حاجة مثلاً حد فورين بيتكلم أو أجنبي يعني بسمع وبالقط بقى النوت وبالقط الكلام وزاي بيتكلم وكده وأصلاً الإنجليش أنا مش عايز أقول بمارسو بس يعني بحاول على قد مقدر لا أخلتش في لغة تانية فخونسي فعلاً أنا أحنا ناس لأحنا المدرسة عنا عندنا فخونسي أو بالمناسبة أنا مدرسة القديمة اللي كنت فيها كانت فخونسي وكنت باخدأ أنا أصلاً وأخدأ فخونسي من وانا في برايماري وون أوكي يعني أنت أصلاً كنت فرانكوفون وبعدين حولت أن تتعلي لأ أنا كنت المدرسة بتاعتي هي فخونسي بس أنا كنت تخلى قسم إنجليش وكننا برضو بناخد فخونسي أوكي فأنا متأسسة فخونسي الحمد لله طيب أنا عايز عرف بقى يعني الأسرة اللي خلتك يا ملك ما شاء الله بالقوة دي وبالاعتداد بالنفس ده وبالاهتمام إن أنت تعلمي لغات مختلفة والتبعيها عايز يعرف أنت عندك أخوات بتعملي إيه؟ عندي أخوة أنت الأكبر والأصغر لا أنا السغنطوت أنت السغنطوت نحلى عندنا دعاية كمان وحس عالي للدعاية مش بس شطارة ما شاء الله طيب عندك أخوة ولا أخت أخ أكبر مني أكبر منك وإيه بقى برضو معتد بنفسه وبردو رأيه من نماته الله يكون في عون الأسرة كلها بقى لو أنتم دي اتنين يعني مهتمين عمي بالتفاصيل كده الحمد لله طيب قولي يا ملك لو يعني قطيح حتليك الفرصة أنك تقدمي برنامج وأديك على الهوى هنا في صباح الخريم هتقولي إيه أقدم برنامج ما هو البرنامج عن إيه علشان أصل كل برنامج بتبقى تقديمته مختلفة عن التاني يعني مثلا لو برنامج توك شو هنقدمه بشكل ولو برنامج أخبار هنقدمه بشكل لو برنامج مواهب هيتقدم بشكل لو مصابقات هيتقدم بشكل كل برنامج ليه تقديمه شكله يا ولا إيه إحنا مش بنتكلم في إعدادات إحنا بنتكلم في دراسة إعلام وتفنين طيب إنتي لما بتتكلمي عن فكرة أن إنتي مستوى يعني مهتمة أنك تكملي في الإعلام تقديم ولا إخراج ولا إعداد إزاعة إزاعة خطة جميل أنا أدخل قدم برنامج أصلا بمزيعة كده ما إحنا بدناقولك أهو يعني لا فدي رسائل مخفية حتة كده أهلا وسهلا بكم في برنامجنا صباح الخير يا مصر معيكم ملك رمضان حلو كميلي إيه وعي تقعي أنا مش مش هاعة إيه وعي في حاجة دوسي بنزين على طول دوس بنزين تم وفرض عملت حد سبا لا ما تقلقيش أنا وراك طيب ملك خلصنا الامتحانات وطلعتي بنتيجة رائعة ما شاء الله ما نفكرش بقى أن يسر على نفسنا من أول أول سنوي ندخل حاجات تسهل علينا شوية في الدمج يعني السنوات بقى الفاصلة اللي إحنا متعودين أنها تبقى يعني ناس كلها مهتمة بيها ما بتفكريش أن أنت تسهل يعني نفسك شوية في الدراسة وادخل دمجاني لا زعلانة ميني دي يا ملا لا لا أنا بسألك ايو لا ما بفكرش أدخل دمج قلتلك قبل كده أن أنا أصلا الدمج دوت ما بحبوش أنا ما بحبش الدمج أنا عايز أقولك أنا كنت يعني كنت الدمج ده أنا كنت أقفل المتحانات كلها أصلا الدمج إيه الدمج ما بفكرهش أنا إذا أقولك المتحانة الماث موسي جايبينه إزاي أنا همسي لك على إيدي يعني ده إيدك مش هي مقصومة كده فيه رو عليه يعني فيه 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 كولم عليه ده متحانة الماث جايبين الكلمات ريكتانجل تريانجل مش عارفة إيه وكولم تاني فيه الرسومات يقولي عندك شكل مستطيل هتحطي جنبه كلمة إيه بالإنجليش بذمتك لو حد يعني لو حد أصلا ما يعرفش أي حاجة هيقفله من الهواء ماشاء الله عليك وماشاء الله على ثقتك من نفسك وماشاء الله على أن أنت محددة أنت عايزة تعملي إيه طيب قولي لي بقى يا بلدك يعني المدرسة بقى أنت كنتي بتروحي المدرسة مش قاعدة بتدرسي في البيت لأ طبعا كنت بروحي طيب صحابك أخبارهم إيه لا الحمد لله يعني أنا متصحبة على كثير جدا في المدرسة وعملة يعني عاملة علاقات علاقات صداقة مع ناس كتير يعني مدرسين بإصحابي بنات كتير يعني حلو مثل سن إعدادية داي مصطفى سن التنمر أوه أيوة أيوة أنا على فكرة في المدرسة بسميه إني كابلة المتنمرين على ذكرة وليهما شباب مراهقين فبيبقوا لسه مش عارفين يختاروا حيعملوا إيه إنتي المتنمرة أنا أنا بيقولوا علي كابلة المتنمرين بس أنا مش بتنمر أنا مش بتنمر على حد والله أنا لما الحد دا بحظر معي لو أنت ملك يا أم شكلك أعمل كتير إنت أم مش عارفة أم أصلا بيمتوا على روحهم متضحك يعني اللي أنا بكلمهم كده دول ببعدين مش عارفين يرد علي بيجي لهم استيتشوس بجد إنت إحساسك إيه لما كان وزير التربية والتعليم رفع سماعة التليفون عليك رفع سماعة إيه لأ أم لا أكلميش أصلي مش هول نكلمت همناك إزاي؟ دا كتب بوست كتب بوست أه لكن ما حصلش بينك وبينه تواصل هاتفي بس حتى البوست يعني حتى لأ فرحت بشراحة يعني أنا أبسا دا حاجة فوق توقعاتي وتخيلاتي وتصوراتي أي يعني أنا ما كنتش متوقع أن وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي يا جماعة إيه دا لا ما كنتش متوقع خالص طيب عايزة عرف بقى كمان آخر حاجة يا ملك يعني عشان نبقى أفلنا الحوار أكيد مثلا في مخك حاجة معينة عايزة أنها تتساعد في دراستك في الفترة الجاية هلكي طلبات معينة أو أفكار معينة بتفكر فيها؟ لا لا مش عايزة حاجة خالص طيب إحنا فرحانين بيكي وسعداء أنك نمرتين وأنا متأكد أنك هتطلعني موزيع شطر يا رب إن شاء الله صوت الجميل والقاء الجميل والأهم من الصوت والأهم من ده حضور الأفكار أنت بتعرفي يعني تقولي اللي في دماغك بشكل متسلسل وسليم وخلي بالك دي ما بتتعليميهاش في كلية ألم ما نعرف هو لازم أصلا أول حاجة في الإعلام بس لو حاجة غلط عدل لو حاجة غلط عدل علي لا قولي يعني هو أول حاجة بعد الإلقاء اللي هو يعني يكون عندك فكرة سريعة لو أنت مش مهدر حاجة لازم تكون في فكرة احتياطية موجودة في النهاردة صحيح 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 الله يحميك ويحراسك أنا فرحانة بيكي وفخورة بيكي وسعيدة والله يا ملك إنك موجودة النهاردة معنا وسعيدة جدا بالنتيجة اللي أنت عملتيها وسعيدة بالثقة بالنفس وسعيدة بمامتك اللي موجودة معاك النهاردة وهي بالدعمك نورتيني وشرفتيني وإحنا فرحانين بيكي جدا نورتيني في صباح الخير مرسي ربنا يخليك يا أستاذة مننا والله أنا سعيدة بحضراتكم بجد وسعيدة أننا أصلا أن أنتوا قبلتوا أصلا أنتوا تجيبوني يعني أحنا فرحانين بيكي جدا أنت منورة بيكي إن شاء الله يعني بنقولك ألف مبروك ونقولك إن شاء الله ألف مبروك كده لما تبقي مزيعة كده إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله سكرت ليكي ملك ملك رمضان فتحي الحاصلة على الشهادة الإعدادية بنتيجة 265.5 درجة يعني أول طالبة كفيفة تحصل على الشهادة الإعدادية وكمان من غير دمج وقدت الامتحان على اللابتوب إحنا سعداء بوجودك معانا